اشتركوا في القناة حيث يتطلب من الجميع المواصلة بحدر مؤكدا على همية الالتزام بجميع القرارات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا حتى لا يتسبب الاستهتار والتراخي في تعريض المجتمع للخطر والرجوع للخلف وارتفاع الأعداد مجددا واشار وكيل وزارة الصحة إلى أن التساهل في هذه المرحلة يهدد صحة وسلامة الجميع ويجب الحد من انتشار الفيروس والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من جانب آخر أكد وكيل وزارة الصحة على مأمونية وفعالية التطعيم نظرا لاجتيازه مراحل الاختبار المختلفة والتأكد من حدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة مبينا بأن مملكة البحرين من أوائل الدول التي حصلت على التطعيمات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان وبأن عملية أخذ التطعيم تسير على قدم وساق وبكل سلاسة دعينا الجميع إلى المبادرة بأخذ التطعيمات التي ستوفر الحماية ضد الفيروس ترجمة نانسي قنقر